ومن أجل تعبئة القطاعات الحكومية للتفاعل أكثر مع وسائل الإعلام من أجل ضمان حق ولوج المواطن للخبر المعلومة العمومية لأنه فعلا هناك تحدي يرتبط بضرورة رفع فعالية التواصل الحكومي ولدى جاء هذا اللقاء أولا فيه تقديم دليل مهني خاص بالتواصل الحكومي تم إعداده من طرف وزارة الاتصال وستقدمه ثانيا سيقع التشاور حول إرساء آلية التنصيق ما بين القطاعات الحكومية على أساس مشروع منشور الذي سيقدم اليوم للنقاش قبل أن يعتمده السيد رئيس الحكومة هذا المنشور بمثابة إطار توجيه لإطلاق سياسة تواصلي على المستوى كل قطاع حكومي وعلى المستوى الحكومة ككل خاصة أن هذا الأمر هو من الإجراءات الاستعجالية التي اعتمدت الحكومة بحيث نأمل أنه في هذه الفترة المقبلة أن ننتهي من مشروع للخطة التواصلية للحكومة هذه الخطة تعتمد عدد من الأليات بفضل الأليات التقليدية العادية هناك الأليات المرتبطة بالعصر الرقمي ضرورة تقديم خطاب تواصلي أو رسالة إعلامية فعالة مؤثرة صادقة دقيقة وبشكل منتظم ودائم وبشكل يتحقق فيه التفاعل ينبغي أن نعتبر أن الإعلام شريك أساسي في الحياة الديمقراطية ومكون حيوي وبالتالي ما هو تواصلي عليه لا يكون عملية كميلية أو جزئية أو هامشية بل بالأكس هو الآن في صلب العمل الحكومي وأيضا تجاوز المنطق الدعائي البروباغاندا التي أصبحت متجاوزة بحكم التحولة الرقمية لم يعد هناك تحكم في المعلومة المعلومة الآن بفعل الشبكات الاجتماعية بفعل انتشار الانترنت بفعل التحول الديمغرافي المرتبط بالشباب وانتشار التعليم أصبحت فيه المعلومة متاحة وبالتالي هذا يفرض أن نشغل وفق النظريات الحديثة في التواصل التي تعتمد للمقاربة القائمة على علم النفس الاجتماعي والنظرية السلوكية والتي تقوم على ضرورة التقى في المواطن وأن المواطن له القدرة على تمحيص الخبر وله القدرة على تدقيقه وبالتالي ينبغي العمل على تقديم رسالة إعلامية دقيقة وبشكل دائم ومبنيع الإجابة على الأسئلة التي يطرحها في غياب ذلك سيبقى المواطن فريسة للإشاعات والأخبار الغير صحيحة ولما يسمى بالفيك نيوز الأخبار الزائفة والتي تمثل أحد التحديات الآن مطرحة في ظل العصر الرقمي وأعتقد أن الذي بالأمور التي سرعت على هذا اللقاء هو هذه التحولات القائمة الهدف من هذا اللقاء هو أن يكون كل قطع حكومي له مستشار مكلف بالإعلام أن يكون في تواصل مستمر مع رجال ونساء الإعلام ضمان الحق في الوروج للخبر الإجابة على التساؤلات المطروحة للتحفيز على التواصل بشكل منتظم مع رجال ونساء الإعلام هذا هو الهدف الأساسي وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بدون تكوين بدون تنصيق بدون إطار توجيهه ولهذا السيد رئيس الحكومة سبق له أن وجه الوزراء لهذا الأمر واليوم سيكون هناك تشاور حول الأرضية المنشور الحكومي الخاص بهذا الأمر وذلك كان بعد نقاش مع السيد رئيس الحكومة الذي رغب يعني حبد وتفاعل إجابا مع هذا المقترح وهو أن يقع التشاور بين المستشار المكلفين بالإعلام قبل الاعتماد نهائي للمنشور الخاص بالتواصل الحكومة هذه بدلة طيبة طبعا تحسب لكم ولكن ممكن تعتقد على أن تأخرت شوية جيس متأخرها الذي أعتقده هو أنها كانت ضمن إجراءات الاستعجالية للبرنامج الحكومي وكانت عندنا لقاءات مكتفة حول هذا الموضوع كان هناك توجيه الوزراء من أجل التفاعل أكثر مع الأسئلة ديال الصحفيين وديال الإعلام في مجلس الحكومة وبشكل رسمي ثم بعد ذلك كان هناك مجهود من أجل تطوير الندوة الصحفية الأسبوعية التي أصبحت الآن تتم بالبتلم المباشر ثم حاليا هذا اللقاء الخاص بالمستشار المكلفين بالإعلام الذي فيه نقطتين كما قلت كان الدليل المهني الخاص بالتواصل الحكومي وهو تقع أصدرتها وزارة التقافة والاتصال وهناك أيضا الإطار توجيهي الذي سيصدر لاحقا في شخص منشور للسيد رئيس الحكومة إذن جوج ديال الأمور اللي احنا مشينا فيها على المستوى للتواصل الحكومي على أساس أنها رهجت دابا الآن نحن في تقريبا قلوف في الأشهر الأولى ديال الحكومة اشتركوا في القناة